السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد نطر والنهاردة فيديو جديد مهم جدا 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 لأي حد عنده بيزنس سواء كان بيزنس ده موجود اونلاين او عنده مثلا حاجة موجودة على عرض الواقع مثلا كان مطعم او محل بيع ملابس اي بيزنس موجود هو شغال عليه فاساسي اللي احنا نشغل جوجل مي بيزنس ماديا كده ايه هو اصلا جوجل هو مجرد حاجة بتدير العمل بتاعي بتزود لي الربحية او بتزود لي عدد المشاهدات عدد الزوار فطبعا هيبه مفيد جدا اللي انا اعمل البيزنس بتاعي على جوجل انا دلاتي مثال بسيط خالص انا هنا موجود مثلا انا عايز اعرف هنا اقرب مطعم ليا فبكتب انا انا مثلا سايق او في بلد تاني انا ما عرفهاش بكتب ايه ريستورونت نيرمي اقرب مطعم ليا تمام؟ بناء على اللوكيشن حتى هنا هو طالب اللوكيشن انا بعمله على او عادي بناء على اللوكيشن فهو جاب لي اقرب مطعم مطعم عم نوح مطعم محمد اصر الحاتي طيب هو جاب المطعم ده منين جاب المطعم ده منين الناس دي مسجلة على جوجل لو مش مسجلة يعني انا عندي مطعم تاني اكيد فيه مطعم تانية في المنطقة دي بس هم مش مسجلين على جوجل ماي بزنس دي الناس اللي سجلت بس طبعا فيه ناس كتير يعني اقدر اللي انا اروح لهم بقى باللوكيشن اتجه لهم باللوكيشن و اروح لهم فهو كده هو عمل لنفسه تسويق ودعاية تمام؟ على اقل خد زبون على صفر يعني انا ممكن اموجود في مكان بوصل للمطعم بناء على انه موجود على جوجل مابس او جوجل عموما وحتى بناء على الريت طبعا يعني ده مثلا واخد اربعة و تمانية من تمانية و عشر تقييم لا ده واخد اربعة من 1260 اكيد ده افضل فبس ده بناء على ايه او بيتقايم ازاي وهو عمل اصلا جوجل بيزنس ازاي وحتى انا دخلت التفاصيل عنه هو الطريق الاسكندرية مفتوح ورقم تليفون طبعا هو مش ضيف حاجات كتير يعني طب نشوف مثلا مطعم محمد ده طيب ده ضيف برضو ايه يعني يعني فيه تقييمات وفيه صور وفيه الناس عامل ريفيو يعني فهو ده كده ايه اختصاره لجوجل ماي بزنس فانا دلوقتي عندي مثلا مطعم خلينا نبدأ من بداية ونسجل على جوجل ماي بزنس انا دلوقتي عندي مطعم وشغال بس انا محتاج ازود الريد بتاعي انا محتاج ازود الناس تجيلي اكتر محتاج اعمل نفسي تسويق اكتر فانا خلينا نبدأ مع بعض كده هنعمل نكتب في جوجل هنا مثلا جوجل ماي بزنس جوجل ماي بزنس بشوف انا اول صفحة كده ادي الصفحة الرئيسية جوجل ماي بزنس اعود اعمل ساين ان انا كده كده انا موجود عندي الجيميل بتاعي طبعا دي خدمة من خدمات جوجل ومجانية 100% طيب بيقولي هو هنا بيقول لك ايه اكتب مثلا المطعم انت او الاسطور او البيزنس اللي حضرتك عايز تسجله انا اعمل هنا مثلا مطر ده اسمي مثلا اعمل مطر بيتزا مثلا اسم المطعم بتاعي سواء بقى مطعم او محل ملابس او اي حاجة هو هنا بيقولي تمام كريتا بيزنس وز سنيم هو يقولي في مطر بيتزا هنا تمام ده موجود في امريكا وفي برده في فيتنام ده مصدر هو بيشوف الاسماء القريبة لانه طبعا ما نفعش اعمل نفس البيزنس او اعمل بيزنس بنفس اسم الموجود قريدي عبل كده فانا باختار خلاص بقول له مطر بيتزا ده طيب هنا بيقولي start building your business profile تمام انا هنا بيقولي business name مطر بيتزا business category انا طبعا لازم اختار له اعرفه ايه هو المطعم ده اصلا انا اكتب له مثلا بيتزا بيتزا ريستورانت مطعم بيتزا تمام انا كده اخترت طبعا مهمة التفاصيل دي جدا انا بعمل بعد كده نكست do want to add location طبعا ايه هو هنا لو انت عندك مطعم وليه مكان عايز تضيف ال location اعمل له yes لو مش عايز تضيف المكان لو في ناس شغلة من بيوتها مش عايز تضيف ال location بس طبعا اضافت ال location مهمة جدا خلطة لو شغل من بيتها فانا اعملت له yes هنا بيقولك العنوان ايه اكتب مثلا مدينة هنا تانطا مثلا الدولة المحافظة هنا غربية البوستالكود رقم البريدي مش شرط اكتبه بس طبعا اللي هيعمل بيزنس وهيهتم يكتب كل التفاصيل لان التفاصيل بصراعها مهمة جدا بعد كده بيعمل نكست هنا بيقولي لازم الشارع طبعا هو بناء على الشارع اللي انا اكتبه هيجيب لي جيب اس واختار كمان اختار الوكيشن بالزبط الشارع البحر مثلا في تانطا بعد كده اعمل نكست طيب هو هنا بيقول لي مثلا is this your business في مؤمن بيتزا بيتزا دريم توب في كذا بيزنس موجودين فانا بقول له لا طبعا ايه مش في دولت بيتزا دريم هيجيب لي بالزبط تحدد الوكيشن بتاعك ده احضر لي الوكيشن بتاعي وانا اريد اختار وانا اخطر ايه اختار مكان طبعا انا بلان بس بوريكوا طريقتي التسجيل ازاي طيب انا كده حددت ان المطعم بتاعي هنا هوت بعد كده بعمل ناكست ديو بروفايد ديليفاري يعني انت بتقدم ديليفاري بايس اه هنا بيقول لي اختار حدد الاريا اللي انت هتخدم عليها يعني مثلا انا هوصل لطنطا طنطا مثلا طنطا اسم تاني مع طنطا مثلا يعني انا هحاول اشوف كل الاريات اللي موجودة لطنطا مثلا ممكن اقدم كمان مثلا اي منطقة بقى في طنطا اي مكان حسب المكان اللي حضرتك عايش فيه يعني على حسب القدرة بتاع حدد شغل حضرتك معاك الديليفاري هيروح لحد ديليفاري طبعا الموضوع مختلف من مطعم بيقدم ديليفاري غير محل ملابس مش هيقب منك الديليفاري محل ملابس ممكن بيقول لك تقدر تبعث او لا يعني التسجيل بيختلف عن كل اللي تجري حضرتك بتختارها بعد كده بختار ناكس هنا بيقول لك التفاصيل لرقم التليفون لو في ويب سايت انا مثلا همد رقم التليفون كده مؤكد اه اه ده رقم تليفوني تمام هنا بيقول لك لو لديك موقع اه لو انا مش عايز موقع خالص ممكن كمان في ميزة انه يعملك في ري ويب سايد بناء على الانفو اللي حضرتك هتقدم دي برضو ممكن تعملها عادي وفي ناس تقدر تزبط في الويب سايد طب انا مش عايز موقع دلوقتي او خلينا عايزين نعمل موقع عادي ما فيش مشكلة نعمل موقع نعمل موقع نعمل موقع هنا بيقول لي using ده تقريب تمام هو بيقول لك خلاص انت هتتحكم في البزنس من خلال هذا جيميل نعمل موقع هنا بيقول لك تفاصيل البيزنس اوارز بتاعتك انا هشتغل مثلا سبت واتنين هشتغل كل يوم مثلا ممكن اخليها 24 ساعة بس طبعا لازم تحدد الساعات اللي حضرتك هتشتغل فيها بالزبط يعني عشان يبقى كل حاجة مسبوط عشان حتى لو فيه حد مسافر وعايز يوصلك و المحل المطعم مقفول فخلاص هو مش هكتب له على جوجل طبعا المطعم طبعا قلوس اخترت الاسبوع كله 24 ساعة بعد كده بعمل نكست هنا بيقول لك تقبل رسائل تمام بقول له نعم لا يوجد مشكلة الرسائل على الصفحة نفسها هنا بيقول لك مثلا ممكن الناس تأكل في المطعم بعمل له بيقاب مثلا بتاخذ الأردر و تمشي ماشي بيقاب أول ساعة بتاخذ الأردرات بره المطعم مثلا ده مثلا شباك استلام الأردرات من الشباك مثلا بقول له لا مش عندي الابتشادي الابتشادي موجود الممكن اعمل دينو برده نكست حسب الابتشادي الموجودة عند حضرتك طيب انا هنا بيقول لي ادد بيزنس ديسكريبشن الديسكريبشن مهم جدا على فكرة يعني ان لو فتح مطعم يعني مثلا يقدم اعملها بالعربي مثلا يقدم المطعم البيتزا ام مثلا بحاجات مختلفة يعني طبعا حاول تكتب التفاصيل كاملة لان التفاصيل دي مختلئ يعني مهم اي كلمة حضرتك بتكتبها في البزنس مهم بعد كده بعمل نكست مهم هنا بيقول لك اختار الصور بتاعة المينيو طبعا لو في مطعم اريد شغال فهو اكيد عنده مينيو فهو هنا بيقول لك امثلة مينيو طبعا حاول تخلي برضو الصورة واضحة يعني مثلا مثل دي كده مش واضحة اللي هو عندك منها النسخة بدف يريد ترفاحها وتعملها سكرينشوت وبعد كده ترفعها فانا دلاتي ما عنديش مينيو ممكن اي اعمل الخطوة دي بعد كده اريد صور للاطباق بتاعتك كل الحاجات دي بتفرق جدا في الريفيو على فكرة وانجزاب العميل اللي عايز يأكل للبزنس بتاعتك انا طبعا ممكن اضيف صورة انا لسه اعملها حتى كده اسم اللي عملنا في الاول بعمل نكست هنا حتة بلا نعمل تسويق للصفحة واعمل اعلانات ممولة تمام انا ممكن اتغاضع دلاتي ممكن نتكلم على موضوع الاعلانات الممولة في جوجل ماي بزنس في حلقة تانية او في فيديو تانية اعمل سكيب حاليا اه اه يعني هو جاهز كده طيب ده كده البروفيل ده سوشال ميديا على فكرة زي الفيسبوك زي جوجل زي تويتر اي حاجة يعني كده بقى البيزنس بتاع حضرتك لي بروفيل انا اسم البيزنس بتاعي هو مطر بيزا شرع البحر طنطة غربية فيه تقدر تعمل بوستات الناس تشوفها فيه تزاود صور وتعمل اعلان ممول اه ممكن هنا تعمل البيزنس طبعا مهم جدا بتاع كوفيد تسعتاشر ازاي مثلا هل تشتريت الناس تدخل بمسك طبعا بتعمل نعم فالحاجات دي برضو محتاج كلها تطور تضيف هنا صور لمنيو بتاع حضرتك وجدت هنا ممكن هنا تشير البيزنس بتاع حضرتك لناس الريدي هي كلت من عند حضرتك وتعمل لك ريفيو لان الريفيوهات بتفرق جدا مع الاولوية انا مثلا بدور على مطاعم انا بدور على الريفيو طبعا طيب انا دلوقتي هنا بيقولك ممكن اشوف البيزنس بتاع على جوجل سيرش هو جاب لي هنا طبعا هنا بيقول دي 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 مين تقصد كذا لا انا بشوف الصفحة التحت اللي انا عملتها واطماتر بيزا والاوبشن اللي انا بقدمها والعنوان ورقم التليفون وعدد الساعات اللي انا بفتحها والتفاصيل اللي انا كتبناها تمام طبعا كل لما البيزنس بتاع حضرتك تزبط كل المعلومات دي على الصفحة دي طبعا بتزبط اكتر ممكن اعمله هنا فيو بيزر على جوجل مابس وممكن تعمله شير طبعا اللوجو ده طبعا مهم جدا حاجة تضيف اللوجو للمطعم او البيزنس وكافر برضو وفيديو ممكن تصور فيديوهات ممكن تصور المطعم من جوه طيب انا هقول له مثلا دي تشوز فوتو دي ممكن نختار نفس الصورة اللي انا رفعناها بكده طبعا اخلو كده خلق السورة دي بقت لوجو تمام طيب انا هنا ماسلا نرجع للصفحة الرسية كده هنا موضوع السايد الذي نقول عليه هو يعملين سايد مجان بناء على المعلومات التي اقدمتها لجوجل ماي بزنس هو اعمال لك ويبسايد طبعا هنا يعني طبعا دومين فري يعني عشان ممكن ازبط الموقع ده اخليه دوت كومة على طول اللي اعمل اشتري دومين فهو اعمل لك سايد برضو شكلها حلو على فكرة وممكن ان تقدر تزبطها و اعمل لك حتى الصفحة اختار لك صورة عشوائية البيتزا والاسم ومسلا عملت كونه و هيقول لك ابتصال عادي خالص ويجيت دايريكشن اللي حضرتك اختارته على جوجل مابس هنا رقمته هو اعمل لك بس سيمبل كده ايه ويبسايد سيمبل يعني حضرك ممكن تزبطه ممكن تدخله اصلا تعمل اديت سايد اه هنا اوات وتزبط في باقي ايدت وتزود صور بتاع ممكن برضو تختار هنا اه ممكن تغير الاسم وبعد كده برضو في اوبشن برضو اللي احنا ممكن نشتري دومين يعني طيب انا بالنسبة الهنا في برضو بسطات هنا برضو زي السوشال ميدا والزبط تعمل تريد يور فريست بوست ممكن تعملROف او COVET UPDATE OFFER مثلا هنا انا اعمل صورة والعنوان والوفر بيبتدي من كذا وبينتهي كذا تمام واتس نيوني انا عندي جديد انا بقدم حاجة بطعم جديد انا اعمل event بعمل بوست برضو زي وزي الفيسبوك زي غيرو من المواقع ... المواقع السوشي الامجي انفو هنا ممكن اثبت في تفاصيل البيزنس بتاعي ممكن اعدل الساعات مثلا طبعا منيو لينك لو عندي المينو على لينك مثلا اضيفه حاجات كتير طبعا مهمة جدا للي عنده مطعم او اي بيزنس اكتبها ممكن انا ادخل هنا المينو طبعا ممكن انا اضيف كل حاجة اكتبها ممكن انا تستطيع الولار من على حتى بيقولك هنا ممكن اضيفه ممكن اضيفه من هنا ويجيلك طبعا جوجل ليه استطيع اصلا على بلاي ستور و على الاي او اس ممكن هنا برده تختار لينك بلاي ستور هنا بالنسبة للإحصائيات مهمة جدا بعد حضرتك تشتغل بيومين ثلاثة يبدأ إحصائيات تظهر لك يعني انا هوريكو برضو حاجة معمولة كده وهوريكو عليها برضو إحصائيات ريفيو طبعا هنا بتاعت الايه؟ بتاعت الكاستومر اللي زهروا المطعم او اللي مزوروش بيعمل ريفيو يعني الرسائل برضو طبعا لان فيه ناس بتخش ترسلك عادي خالص الفوتوز الوبسائل برضو قلنا عليها طيب انا دلوقتي اللي انا بطعم كبير وعايز اخلي فيه ناس شغالة معايا او بمعنى صح يتابعوا الصفحة وكده ممكن اعملهم ادو يوزر هنا واخلي مثلا ادمن او مودريتور بس او كده في هنا طبعا جزء الاعلانات الممولة اعمل اعلان مثلا هيفتحك طبعا على جوجل ادس عشان تعمل اعلانات يعني هو ده كده ايه؟ اغلب الحاجات اللي احنا ايه؟ اه بدأنا بها بس طبعا اللي هيشتغل كما انطيكو هنا الاعلانات هيفتح على جوجل ادس على طول يعني اللي هيشتغل طبعا محتاج يزود ده كله انا بس ايه مبدئيا كده اهلغل يعني همسح الاكاونت ده خالص او اسيبه دلاتة بمساحه بعدين وهوري لكم حاجة اه انا اعملها قبل كده جوجل ماي بيزنس وعادي وكده كده هيرى الاسم يعني اعمل بس تسجيل الدخول طبعا الجيميل متسجل فانا جاب لي هنا جاب لي هنا الاسطور اللي انا عمله بتاليا بتشوب ده مستلزمات اه حيوانات اليفة اه وطبعا لسه عامله برضو ما بقاليش فترة كتيرة بس ميزة بقى اللي انا هنا ايه؟ انا كنت عايزة اوريكو الاحصائيات طبعا هو قال لي هنا اوت البحث المباشر يعني فيه ناس عن طريق بحث الاسم من الشاطئ فيه ناس بحثت بالاسم الاسم التجاري التاعنا اللي هو ممكن يكون مثلا بتشوب بتاليا فبحث يعني نسبة البحث هنا كانت 25.7 من 10 ده بحث مباشر فيه بقى بحث عام وده بيجي بقى اللي انا اكتب بقى في التفاصيل ان ده مخل مثلا او مستلزمات بتس وكده كان نسبة 74.3 و3 من 10 تمام طيب ده خلال اخر ده شهر واحد هنا بيجمال عدة المشاهدات في اليوم طبعا بيجيب لك باليوم هنا 13 اغسطس قالت شوائية مثلا طبعا كل الداة بتصبت بقى لما حضرتك يقول لك فيه تلاتة تتصل بيك مثلا فيه سبع طلبوا الاتجاه عشان يوصلوا لحضرتك وفيه اثنين زروا الموقع الالكتروني فيه واحد راسلك انه طبعا لسه عاملوا جديد بره وهنا طلب الاتجاهات تمام ومكالمات فيه كان مكالمتين يوم الجمعة وفيه مكالمة يوم الاربعة طيب مشاهدات الصور للناس اللي شافت الصور اللي حضرتك رفاحها تمام طيب انا دلوقتي مثلا نشوف مثلا التعليقات بتتكتب هنا والمنتجات ممكن اوه فيه ممكن برضو حضرتك طبعا ده عشان ده مش مطعم ممكن تضيف منتجات اصلا عن حضرتك وتكتب تحتها سعرها وتعمل لها لينك ان هم يعملوا لك order او يتماصلوا مع حضرتك في المراسلات يعني فده كده باختصار يعني انا برضو هقول لكم برضو ايه العرض على بحس جوجل ده البيزنس وكاتب تفاصيل كتير وكاتب منتجات وكاتب صور ورافع طبعا بسطات تمام زي ما قلت لكم كل التفاصيل دي مهمة جدا جدا يعني اي حاجة تقدر تكتبها عن البيزنس بتاع حضرتك فهي مهمة هتفيد حضرتك جدا فده كده كان كلامنا كله على جوجل ماي بيزنس وازاي نعمل اكاونت وازاي هو مفيد جدا هو عايز اقول لكم ان هو بيفرق كتير جدا مع مطاعم مع محلات يعني انا مثلا موازننا دلوقتي بيمشي في الطريق هو عايز مثلا عايز ياكل دلوقتي بيتزا او عايز يجيب اي حاجة ضرورة دلوقتي فبيدخل يعمل سرش عن الحاجة اللي هو عايزها فطبعا انت حضرتك لو مش عامل حاجة زي جوجل ماي بيزنس طبعا هتخسر عملة كتير لان اصلا لو اريدي الجودة بتاعت حضرتك في المطعم كويسة جودة المنتجات اللي حضرتك بتبعها كويسة فهيبقى نايس ايه ان انا زود عدد العمل التوعي اللي انا يبقى عندي عندي شغل اولاين بيوجههم دايما للبيزنس بتاعك فده كده كان باختصار يعني او اتكلمنا ممكن برضو نتكلم في مرة تانية عن اعلانات الممولة في جوجل متنة الموقع تش required من اجاب بتزا ان اتكلم اي مالس و كلام ان انا ي شهر اول واحد ايه اوكب عملة اول و أهد فاعلانات ممولة ممكن ان اجملها في فيديو تاني انسان تخلق على الفيديو وال teamwork ان اشتاب Caddo الفيديو عجبكم في الائدة اتغلب منكم لو اعجابكم الفيديو اضغطوا اعجاب ويعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات